اشتركوا في القناة خمس خطوات تحضيرية علينا البدء بها قبل تطبيقها بداخل قانون التباين والانحراف المعياري لنتعلم من خلال مثال ولنجد التباين والانحراف المعياري للمشاهدات 8-2-1-5-4 نجهز هذه البيانات بالخطوات الخمسة التحضيرية قبل تطبيقها بقانون التباين اول خطوة علينا ان نجد عدد المشاهدات ونرمز له بالرمز N لدينا هنا مشاهدة 2-3-4-5 اذا N عدد المشاهدات يساوي 5 ثم علينا ان نجد الوسط الحسابي ونرمز له بالرمز MU وكما تعلمت فان الوسط الحسابي MU يساوي مجموع المشاهدات على عددها كلمة مجموع المشاهدات نستبدلها برمز Sigma X Sigma تعني مجموع وX هي المشاهدات فمجموع المشاهدات يعني Sigma X على N نستطيع استخدام القانون بالرموز أو القانون الكلامي المهم أن نحسب الوسط الحسابي الآن نجمع المشاهدات 8 زائد 2 زائد 1 زائد 5 زائد 4 ثم نقص على N التي حسبناها سابقا عدد المشاهدات 5 مجموع الأعداد في البست يساوي 20 على 5 20 على 5 يساوي 4 إذن الوسط الحسابي MU يساوي 4 هذه كانت الخطوة الثانية أما بالنسبة للخطوة الثالثة نطرح كل مشاهدة من الوسط الحسابي لقد تعلمنا أن كل مشاهدة سنرمز لها بالرمز X ثم نطرح منها الوسط الحسابي MU نرمز لهذه العملية X ناقص MU لفعل ذلك دعونا نضع جميع مشاهداتنا في عامود فنرسم العامود ونسميه في الأعلى X لأنه يمثل مشاهداتنا ثم نكتب المشاهدات 8 2 1 5 4 الآن نحتاج إلى عامود آخر نطرح فيه كل مشاهدة من الوسط الحسابي X ناقص MU الآن MU عرفناها هي أربعة إذن نكتب X ناقص أربعة نبدأ الآن بمشاهداتنا فنطرح المشاهدة الأولى 8 ناقص أربعة يساوي أربعة ثم نطرح 2 ناقص أربعة يساوي ناقص أثنان الآن نطرح المشاهدة الثالثة 1 ناقص الوسط الحسابي أربعة ليعطي ناقص ثلاثة ثم نطرح أمسة ناقص الوسط الحسابي أربعة فيعطي واحد أخيرا نطرح أربعة ناقص الوسط الحسابي أربعة فيعطي صفر ونكون بذلك قد انتهينا من الخطوة الثالثة كل مشاهدة طرحناها من الوسط الحسابي ويجدر هنا التنويه أن مجموع هذا العامود يجب أن يكون صفر أنصح طلابي عادة بجمع محتويات هذا العامود والتأكد من أنها صفر حتى يتأكد من أن خطواته الثلاثة التي قام بها صحيحة فنجمع هنا الأعداد السالبة معا سالب 2 وسالب 3 يعطينا سالب 5 ونجمع الأعداد الموجبة معا أربعة واحد يعطينا خمسة خمسة وسالب 5 يعطي صفر مع الصفر الموجودة في آخر العامود إذن مجموع هذا العامود صفر استخدم هذه الخطوة للتحقق من أن الخطوات الثلاثة التي قمت بها لحد الآن صحيحة يتبقى لدينا خطوتان الخطوة الرابعة نربع ناتج كل عملية طرح أي نحسب X-MU لكل تربيع وبالتالي نحتاج إلى عامود جديد نحسب فيه تربيع العامود السابق X-MU لكل تربيع الآن نربع الأعداد الموجودة في العامود السابق أربعة تربيع يعطي ستة عشر سالب 2 تربيع يعطي أربعة سالب 3 تربيع يعطي تسعة 1 تربيع يعطي 1 ثم 0 تربيع يعطي 0 إذن ربعنا آخر نواتج حصلنا عليها في العامود السابق وهذا سيكون آخر عامود الآن الخطوة الخامسة والأخيرة قبل الذهاب إلى القانون نجمع هذه التربيعات ونرمز لها بالرموز Sigma أي مجموع التربيعات X-MU لكل تربيع هذا الشكل يعني أننا سنذهب إلى آخر عامود كوناه ونجمع محتوياته بجمع المحتويات ستة عشر مع أربعة وتسعة وواحد وصفر نحصل على ثلاثون ويكون بذلك الثلاثون هي مجموع التربيعات أي Sigma X-MU لكل تربيع انتهينا من الخطوات التجهيزية الخمسة لنحسب الآن التبايل والذي نرمز له بالرمز Sigma تربيع التبايل هنا يساوي مجموع X-MU تربيع على N الآن جميع هذه البيانات التي تراها هي جاهزة أمامك قد جهزناها في الخطوات الخمسة السابقة فلا تقلق من شكل القانون الكبير في البسط سنضع بجموع العامود الأخير ثلاثون أما في المقام فسنستخدم ال-N التي جهزناها من بداية عملياتنا وهي مجموع المشاهدات خمسة سنقسم ثلاثون على خمسة ليعطي ستة إذن التبايل يساوي ستة مرة أخرى التبايل له قانون قانونه هو مجموع X-MU لكل تربيع على N إذا جهزت الخطوات الخمسة سابقا ستجد هذا المجموع جاهز معك في آخر عامود في ثالث عامود هنا يساوي ثلاثون وضعناه في البسط على مجموع المشاهدات خمسة فحصلنا على التبايل ستة الآن بالنسبة للانحراف المعياري الانحراف المعياري بكل بساطة هو الجذر التربيعي للتبايل فإذا حسبت التبايل بكل بساطة تستطيع حساب الانحراف المعياري إذن الانحراف المعياري سنرمز له بالرمز سيجما بدون تربيع التربيع للتبايل سيجما لوحدة هو الانحراف المعياري كل ما علينا فعله هو إيجاد الجذر التربيعي للتباين سنجد الجذر التربيعي للستة التي حسبناها سابقا باستخدام الآن الحاسبة هذا تقريبا يساوي 2.45% إذن الإنحراف المعياري 2.45% ما قمنا بحسابته الآن التباين والإنحراف المعياري هي بيانات مهمة جدا وهي أحدى مقيس التشتد دائما ما يحتاج علماء الإحصاء إلى طريقة تبين لهم مقدار تباعد البيانات أو المشاهدات عن بعضها البعض أما الآن دعونا نتمرل على ما تعلمناه سابقا من خلال التمرين جد التباين والإنحراف المعياري لمجموعة البيانات 130, 120, 170, 110, 130 لدينا هنا بيانات مفردة نريد أن نحسب لها التباين والإنحراف المعياري كما تعلمنا أولا يجب أن نحضر خمس خطوات الخطوة الأولى صحيح نجد عدد المشاهدات والذي نرمز له بالرمز N لدينا هنا مشاهدة 2, 3, 4, 5, 6 إذن N يساوي 6 الخطوة الثانية نعم نجد الوسط الحسابي ورمزه M U M U يساوي مجموعة المشاهدات على عددها ونرمز له بالرموز Sigma X على N نجمع البيانات 130 زائد 120 زائد 100 زائد 70 زائد 110 زائد 130 ثم نقسمها على عدد المشاهدات 6 المجموع في البصد 660 على 6 نقسم 660 على 6 ليعطينا 110 هذه هي خطوة ثانية الخطوة الثالثة نطرح كل مشاهدة من الوسط الحسابي لنحصل على الرمز X نقسم U ولفعل ذلك سنصمم جدول في عموده الأول سنضع مشاهداتنا X المشاهدة الأولى هي 130, 120, 170, 110 و130 لنطرح كل مشاهدة من الوسط الحسابي سنصمم عمود جديد في هذا العمود سنضع X نقسم U ميو هنا تساوي 110 إذا سنضع X ناقص 110 سنحصل طرح كل مشاهدة من الـ 110 130 ناقص 110 يعطي 20 ثم 120 ناقص 110 يعطي 10 ثم 100 ناقص 110 يعطينا سالب 10 70 ناقص 110 يعطي سالب 40 110 ناقص 110 يعطي 0 وأخيرا 130 ناقص 130 130 ناقص 110 يعطينا 20 ذكرنا سابقا لتتحقق أن جميع قطواتك الحد الآن صحيحة كل ما عليك أن تجمع هذا العمود يجب أن تحصل على صفر نجمع هنا الأعداد الموجبة معا يجب أن تساوي الأعداد السالبة لدينا 20 و10 موجب 30 وفي الأسفل 20 50 وإذا جمعنا الأعداد السالبة سالب 10 وسالب 40 سالب 50 مجموع الخمسون والسالب 50 صفر إذن هذا العمود يثبت لنا بأن خطواتنا الثلاثة لحد الآن صحيحة الآن الخطوة الرابعة نربع ناتج كل عملية طرح ونرمز له بالرمز X ناقص 100 لكل تربيع نرسم عمود جديد نضع فيه X ناقص 100 لكل تربيع ثم نبدأ بأول تربيع نأخذ العشرون في العمود السابق ونربعها نحصل على 400 ثم نأخذ العشر في المربع السابق ونربعها فنحصل على 100 ثم سالب 10 تربيع 100 سالب 40 تربيع 1600 صفر تربيع صفر 20 تربيع 400 الآن الخطوة الخامسة نجمع هذه التربيعات ويكون رمزها Sigma X ناقص 100 لكل تربيع إذن نحتاج إلى مربع آخر في الأسفل المجموع فنجمع 400 مع 100 و100 و1600 وصفر و400 تستطيع فعل ذلك على الآلة الحاسبة فنحصل على 2600 وهذا هو مجموع التربيعات الآن نستطيع حساب التباين والانحراف المعياري لنبدأ من التباين والذي رمزه Sigma تربيع يساوي مجموع التربيعات في العمود الأخير على N مجموع التربيعات في العمود الأخير كان 2600 نسحبها ثم نقسمها على عدد المشاهدات 6 لنحصل على تقريباً لألتنا الحاسبة 43.3 لحساب الانحراف المعياري سنستخدم التباين فالانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين إذن الانحراف المعياري رمزه Sigma لوحدها بيون التربيع وهو جذر التباين الذي حسبناه سابقاً 43.3 جذر هذا العدد باستخدام الآلة الحاسبة هو 6.58 إذن الانحراف المعياري 6.58 يعبر هذا الانحراف المعياري على مدى تباعد البيانات والمشاهدات عن بعضها البعض وهو أكثر المقاييس التشتت دقة هو التباين الأكثر من الوسط والوسيط والمنوال التي تعلمتهم سابقاً كلها مقاييس تشتت ولكن هذه أكثرها دقة لنرخص الآن معاً خطوات إيجاد التباين والانحراف المعياري المجموعة من البيانات المفردة كل ما علينا فعله أن نجد عدد المشاهدات N ومن ثم نجد الوسط الحسابي Mu ثالثاً نطرح كل مشاهدة من الوسط الحسابي X-Mu رابعاً نربع ناتج كل عملية طرح لنحصل على X-Mu تربيع في الخطوة الخامسة التجهيزية نجمع هذه التربيعات لنحصل على Sigma X-Mu لكل تربيع الآن بعد خطواتنا الخمسة التحذيرية نستطيع حساب التباين بقسمة مجموعة التربيعات على عدد المشاهدات Sigma تربيع تساوي مجموعة X-Mu لكل تربيع على N أما بالنسبة للانحراف المعياري يعتمد تماماً على التباين كل ما علينا فعله هو إيجاد الجدر التربيعي للتباين يكون Sigma تساوي الجدر التربيعي ل Sigma تربيع في الخطار أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو ولا تترددوا بمشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم ومن يحتاجوا إليه وإلى لقاء آخر دمتم في أمان الله